شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرطان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الصدقة برهان للمسلم وحجة على صدق إيمانه تكفر الذنوب تقي مصارع السوء تداوي المريض ينتفع بها الميت يأتي صاحبها في ظلها يوم القيامة تفدي صاحبها من عذاب الله يقبلها الله تعالى ويضاعفها لصاحبها حتى تكون أعظم من الجبل ففي الحديث من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل كثيرة هي فضائل الصدقة ورمضان هو شهر الإنفاق ومدرسة الجود والعطاء فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة ففي هذا الحديث بيان عظم جوده صلى الله عليه وسلم واستحباب إكثار الجود في رمضان وللصدقة أشكال كثيرة منها تفطير الصائمين سقي الماء السعي على الأرامل واليتامة ومساعدة الأسر المحتاجة بناء المساجد ومساعدة طلبة العلم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ليصير ميراث الأنبياء متاحا للجميع ليتمكن المسلمون من التزود بما ينفعهم في حياتهم ويرافقهم بعد مماتهم وليكون ممن يرفعهم الله تعالى يوم القيامة درجات لأجل كل ذلك تقدم مجموعة زاد لكل مسلم ومسلمة منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح مع منصة زادي يتجول المسلمون في رحلة ماتعة دون تعب أو سفر ينتقلون عبر شبكة الإنترنت بين الدروس والتمارين بالمساقات الشرعية يكتسبون من العلم الشرعي ما تستقيم به حياتهم الدنيا وتكون به سعادتهم في الآخرة بإذن الله رحلة مجانية يمكن للمتعلم أن يبحر فيها دون شروط تقيده أو أوقات تفرض عليه منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح سباق للخير يتنافس فيه المتعلمون في كل أنحاء العالم للفوز بمرضات الله تعالى مهما بلغ عددهم وأيا كان موقعهم الجغرافي أو توقيت تعلمهم كل ذلك عبر حزم بمساقات تعليمية يقدمها أكاديميون ومتخصصون بطرق سهلة وبسيطة وفي شتى الموضوعات والقضايا الشرعية باللغة العربية كمرحلة أولى وبلغات أخرى في مرحلة قادمة بإذن الله وتعتمد المواد على تقديم المعلومات من خلال مقاطع فيديو قصيرة بهدف جذب المتعلمين وتقديم المعلومات بشكل واضح وسهل الفهم منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح مجانية للجميع فلا تحتاج إلى رسوم اشتراك ولا تتطلب شهادات علمية معينة كل ما على الطالب أن ينشأ حسابا خاصا به على الموقع ويكتب المعلومات المطلوبة عنه في صفحة التسجيل بالإضافة لتعهد يؤكد فيه التزامه بالقوانين والأخلاقيات التي تحددها المنصة موقع المنصة www.zadi.net منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح خطوة أولى على طريق تضع فيه الملائكة أجنحتها للسائرين فيه ربما تحب أحد الأبناء أو البنات أكثر من إخوتهما إما لبره أو أدبها أو غير ذلك ولكن هل يجوز أن تفضل من تحب في العطية وتخصه بالهدايا دون الآخرين لنستمع إلى هذه القصة التي جرت لصحابي الجليل النعمان بن بشير يقول رضي الله عنه سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فوهبها لي فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا بشير ألك ولد سوى هذا قال نعم فقال أكلهم وهبت له مثل هذا قال لا قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور ففي هذا الحديث تحذير من تفضيل أحد الأبناء على إخوته وأنه من الجور والظلم ولم يفرق بين الذكر والأنثى وذلك لما يؤدي إليه من الكراهية والنفور بينهم ولا حرج في الميل القلبي لأحد الأولاد دون غيره لأن ذلك أمر ليس في مقدور العبد وإنما الذي يحرم أن يفضل المحبوب على غيره بالعطايا دون سبب شرعي فإن حصل مثل هذا التفضيل وجب رد العطية أو يعطاء الآخرين مثل أخيهم ويجوز التفضيل بين الأولاد إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى ذلك كأن يخص أحد أولاده لمرض أصابه أو فقر وحاجة ألمت به أو لاشتغاله بطلب العلم ونحوه من الفضائل وللوالد أن يمنع العطية عن من يستعين بها على معصية الله تعالى ويعطيها لمن يستحقها قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله ونحن على مشارف ليلة السادس والعشرين من رمضان وهي من الليالي العشر وكل ما ورد في الحث على الليالي العشر ينطبق عليها وكذلك الليالي السبع فهي من الليالي السبع الأخيرة لكن هنا مسألة وهي أن أوتار العشر الأواخر ليلة واحد وعشرين ثلاثة وعشرين خمسة وعشرين سبع وعشرين تسعة وعشرين تكون باعتبار ما تبقى من الشهر وباعتبار ابتداء هذه العشر بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال التمسو في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى وفي رواية يمضينه وفي رواية تاسعة تبقى وسابعة تبقى وخامسة تبقى أما رواية يمضينه واضحة كم مضى من الشهر نحسب لكن رواية في تاسعة تبقى وسابعة تبقى وخامسة تبقى كيف نعرف ما بقي ونحن لا نعرف الشهر تسعة وعشرين أو ثلاثين فالتاسعة التي تبقى هي ليلة ثنين وعشرين والسابعة التي تبقى ليلة أربع وعشرين والخامسة التي تبقى ليلة ستة وعشرين إذا كان الشهر ثلاثين إذا كان الشهر تسعة وعشرين فالتاسعة التي تبقى ليلة واحد وعشرين السابعة التي تبقى ليلة ثلاثة وعشرين الخامسة التي تبقى ليلة خمسة وعشرين إذا كان الشهر تسع وعشرين بما أن عندنا رواية يمضينة ورواية تبقى ونحن لا نعرف الشهر تسع وعشرين أو ثلاثين وبناء عليه تتحدد قضية تبقى فإنه الخراسة ينبغي الاجتهاد في العشر جميعا ينبغي الاجتهاد في العشر جميعا طبعا لفظة تبقى عند العرب إذا جاوزوا نصف الشهر يؤرخون بالباقي منه لا بالماضي لأن الباقي أخف في النصف الأول من الشهر يؤرخون بالماضي منه النصف الثاني من الشهر يؤرخون بالباقي منه فتجد مثلا لخمس مضينا منذ القعدة لكن تجد مثلا لعشر بقينا إذا كانت في النصف الثاني وقد جاء في رواية أبي سعيد التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة رواه مسلم وفسروا أبو سعيد نفسه قال إذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها ثنتين وعشرين وهي التاسعة فإذا مضت ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعة فإذا مضى خمس وعشرون فالتي تليها الخامسة فتكون الخامسة هي ليلة السادس والعشرين من رمضان ولا يمكن الجزم بكمال الشهر أو نقصانه الآن العبر برؤية الهلال كما قال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فالخراسة ينبغي تحري ليلة القدر في العشر الأواخر جميعها نسأل الله أن يوفقنا للاجتهاد وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وإلى نفحة إيمانية عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم الحمد لله إذن هؤلاء أصناف ثلاثة يحبهم الله تعالى من الناس العبد التقي والعبد الغني والعبد الخفي لكن ما معنى كل واحد أما التقي الذي يتق الله بفعل ما أمره واجتناب ما نهى عنه والغني غني النفس الذي استغنى بالله عن خلقه فلا يسأل الناس شيئا كما قال عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرض يعني متاع الدنيا ولكن الغنى غنى النفس فإذن ليس معنى الحديث أن الله يحب صاحب المال الكثير لا يحب الغني غني النفس وإذا أحب صاحب المال الكثير يكون لأنه ينفق ماله في مرضاة الله فلو قال واحد هل يمكن أن يكون معنى الحديث الغني غني المال نقول ممكن يدخل بشرط أن يكون هذا غني شاكر ينفق المال هاهنا وهاهنا وهاهنا في وجوه الخير بالعلم رجل أتاه الله مالا وعلما فهو ينفقه بالليل والنهار سرا وجهرا في وجوه الخير وقد جاء فقراء المهاجرين إلى نبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور يعني الأموال الكثيرة بالدرجات العلا والنعيم المقيم فقالوا وماذاك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق ما عندنا أموال وفي رواية ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون طيب هذا الصنف الأول عرفناه التقي والثاني الغني ومسألة غنى النفس ولا واحد ما عنده ولا ريال لكنه غني نفس الله يحبه نستغني بالله عن خلقه الثالث الذي يحبه الله الخفي من هو العبد الخفي الذي يخفي أعماله الصالحة ولا يرأي بعمله ولا يسمع ولا يمن ولا يؤذي قصد مرضات الله يعمل في الخفاء إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكثر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ولماذا كانت نافلة الليل يا إخواني أفضل من نافلة النهار يعني لو واحد قال قيام الليل أفضل أم صرات الضحى قيام الليل أفضل أم صرات الضحى نقول قيام الليل من الأسباب هذا الخفاء الليل لإخفاء العمل يستتر بالليل وبعض السلف كان يتصدق بالليل حتى لا يعرف طبعا الآن كهرباء موجودة نعم لكن أحيانا يبقى الظلمة لها دورها الليل نافلة أفضل أيضا لأن فيه الاستغفار بالأسحار وطبعا هذا يعني كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وقيام الليل هذا فضل عظيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين إذن جمعوا بين قيام الليل والصدقة بالليل أيضا والصدقة عموما تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ما هي العاقبة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ما أحد يعرف ماذا أعد الله لهم من النعيم من علامات الإخلاص أن يكون عمل السر أكبر من عمل العلانية كان السلف حريصين على إخفاء العمل كان الرجل كان الرجل قد جمع القرآن يعني حفظه وما يشعر به جاره وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس هو حفظ من العلم وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزور يعني الضيوف وما يشعرون به ولقد أدركنا أقواما يقول من الحسن البصري ولقد أدركنا أقواما ما كان على ظهر الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوا في سر فيكونوا علانية أبدا يعني إذا في أي فرصة يسرون به لا يمكن أن يفشوا قال من الحسن ولقد كان المسلمون يشتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفيا العبد الخفي الذي يحبه الله هذا الذي ينتهز الفرصة فرصة غفلة الناس ليعمل صالحا يستتر بظلمة الليل ليصف قدميه في صلاة الآن التحويل إلى الحسابات أيضا عملية خفية يعني ممكن واحد الآن ما يعطي الفقير أمام الناس أو ما يروح للعمل الخيري ويعطيهم علانية يحول لهم تحويل التحويل هذا في خفاء في خفاء تحويل في خفاء تحويل المالي زين العابدين علي بن الحسين رحمه الله لما مات وجدوا في ظهري وأكتافه أثرا مما كان ينقل الجرب الأوعية المملوئة بالطعام بالليل إلى منازل أرام المساكين إن كان يحمل على ظهري ويودي كان يعول مئة بيت بالمدينة ولا يعرف به أحد متى عرفوا لما مات لما مات انقطع الذي كان يأتيهم من اللي كان من اللي مات من اللي تزامن موته مع انقطاع الأشياء زين العابدين رحمة الله عليه كان ناس بالمدينة يعيشون نفقات والطعام يجيهم لا يدرون من أين يعيشون ومن يعطيهم لما مات زين العابدين علي بن الحسين فقدوا ذلك فعرفوا أنه هو الذي كان يأتيهم في الليل يحطوا عند الباب يضرب الباب ويمشي كانوا يخفون حتى على زوجاتهم الأعمال الخيرية قال بعض الأئمة كانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح لا تعلم به زوجته ولا غيرها إذن المخلصون يعدون الخبيئات ليوم تبلى فيه السرائر يعد قيام ليل يعد صدقة سر يعد بكاء من خشية الله أي شيخ خفي يقول بعض لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة قد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته ولقد أدركت رجالا يقوم أحدهم في الصفة تسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي إلى جانبه نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والقبول وجنات النعيم وإلى شيء من أحواله الشريفة صلى الله عليه وسلم بشرة سارة فتح باب التسجيل بأكاديمية زاد يسر إدارة أكاديمية زاد أن تعلن عن موعد فتح باب التسجيل للفصل الدراسي القادم للعام الدراسي 1437-1438 هجرية وذلك بداية من العاشر منذ القعدة وحتى السابع والعشرين منذ القعدة فبادر باغتنام الفرصة كما يمكنك الاطلاع على موقع الأكاديمية عبر الرابط التالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخارط الناس يشاركهم في حياتهم وقالوا ما لهذا الرسول أكل الطعام وينشي في الأسواق وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر على مخارطة الناس وقال المؤمن الذي يخارط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخارطهم ولا يصبر على أذاهم والحديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح كان صلى الله عليه وسلم يتواصل مع أقاربه حريصا على دعوتهم لما نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين دعاهم يا معشر قريش يا بني عبد مناف يا عباس بن عبد المطلب واحد واحد يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئة يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئة يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا ويا صفية عمّة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئتي من مالي لا أغني عنك من الله شيئا روال بخاري مسلم كم كان حريصا على هداية عمّة أبي طالب لكن رفقاء السوء أبو جهل عبد الله بن أبي أمية ما زالوا به حتى مات على ملة عبد المطلب يعني الشرك كان عليه الصلاة والسلام يخارط أقاربه ويعلمهم السنة لما قام ابن عباس وهو غلام وهو غلام عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل أخذه وأداره من خلفه وجعله عن يمينه كان عليه الصلاة والسلام يحسن إلى أقاربه ويسعى في تزويجهم لما جاء المطلب بن ربيعة والفضل بن عباس من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام يريدان أن يستعملهم على الصدقة يعني عيننا في وظيفة لبيت المال ونأخذ من سهم العاملين عليها ما نصير إحنا من العاملين عليها نأخذ من الزكاة قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس يعني الناس تدفع صدقات ليش؟ تطهر نفسها من الذنوب والمعاصي فهي يعني الزكاة والصدقة كغسالة الأوساخ فقال إنتم آل محمد ما يليق بكم أنتم آل البيت تأخذوا غسالة أوساخ الناس وغسالة أوساخ الناس قال وإنها لا تحلوا لمحمد ولا لآل محمد ولذلك الله عز وجل من تكريمي لنبي عليه الصلاة والسلام إنه جعل له مصرفا خاصا من بيت المال ويأخذ من الفيء وما يأخذ من الزكاة ولا من صدقات الناس ما يليق بالنبي أن يأخذ من الزكاة مع أنه ما كان يعني تاجرا وكان متفرغ للشؤون المسلمين نادرا ما كان يبيع ويشتري فجعل الله له مصرفا خاصا من بيت المال ولآل بيته من بعده طيب المصرف هذا الخاص من الخمس من الخمس زوج منه من آل بيته من جاء إليه يقولان ضعنا في وظيفة بيت المال نكون من عميل عليها نأخذ من الزكاة كذلك كان عليه الصلاة والسلام على صلة بجيرانه ويكرم الجار وحرص على الجار ويقبل دعوة الجار كان جار لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسي كان طيب المرق فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعوه فقال عليه الصلاة والسلام وهذه يعني لعائشة يعني تجي معي تجي معي في الدعوة فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعاد الجار الفارسي هذا يدعو النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام وهذه فقال الجار لا فقال عليه الصلاة والسلام لا فعاد الجار يدعوه الثالثة قال عليه الصلاة والسلام وهذه قال نعم فقام يتدافعان حتى يأتي منزله منزل الجار رواه مسلم والجار له أهل ممكن أهل عائشة تكون مع أهله والنبي عليه الصلاة والسلام يكون مع هذا الجار وكان عليه الصلاة والسلام يتواصل حتى يعني بأهله مع الجيران وما يرضى أن أحدا يتكلم في أصحابه قال لا تسبوا أصحابه فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة كان عليه الصلاة والسلام يتفقد من غاب من أصحابه أتاه رجل معه ابن له قال أتحبه قال أحبك الله كما أحبه يعني من شدة محبة إلى أدعو الله أن يحبك كما أحب ابني فمات يعني الولد ففقده يعني فقد الأب النبي عليه الصلاة والسلام فقد الأب فسأل عنه وين فلان كان يحضر مجلسنا وين فلان في رواية لأحمد قالوا مات ابنه مات ابنه فذهب عليه الصلاة والسلام ليلقى الأب ولقي الأب فقال لأبيه أما يسرك شوف العزاء كيف العزاء بذكر الأجر والتصبير والثواب فقال لأبيه أما يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتحه لك الحديث رواه النساء وأحمد كان عليه الصلاة والسلام يخالط الناس حتى مع الخدم ولا يأنف أن يمشي مع خادمه أو أمته ويقضي له حاجته ويعود الخادم في المرض حتى الغلام اليهود عاده دعاه للإسلام ويتفقد الخدم ويقول للخادم ألك حاجة لك حاجة لك حاجة نقضيها كان يتواصل مع الفقراء لما جاء قوم حفات عرات مجتدين نمار يعني تمعا رجوه عليه الصلاة والسلام ودعا الناس للصدقة وحثهم واتصدق الرجل من صاعي بره من صاعي تمره حتى جمع الناس جمع كوم من طعام كوم من ملأ لباس وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يتواصل مع الأغنياء ويدخل بستان أبي طلحة ويذهب لأبي الهيثم ويزورهم يأكل عندهم وحتى لما نزلت نزل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون قال أبو طلحة كان من أغنياء الأنصار يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحة هذه بستان بستان وإنها صدق لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال عليه الصلاة والسلام بخن ذاك مال رابح ذاك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين كان عليه الصلاة والسلام يزور أصحابه في مرضه زار سعد بن أبي القاصم ومريض وصار نقاش على الوصية وقال سعد يعني أتصدق بمالي لا نصف مالي لا في عندك ورثة حتى بلغ الثلث فقال الثلث يا سعد يعني وافق على الصدقة بالثلث والثلث كثير لكن كان يعلم الصغار لما رأى يد عمر بن أبي سلمة تطيش في الصحفة في الأكل قال يا غلام بسم الله وكل بيمينك كل مما يليك جاء اثنان النبي عليه الصلاة والسلام أراد الأصغر أن يتكلم قال عليه الصلاة والسلام كبر كبر قدم كبير السن في الكلام احترام الأكبر الأكبر ومن معايير الإمام آخر شيء فليأمهم أكبرهم سنا لما جات مرأة استحقت الرجم لأن زنت وهي متزوجة كان معها طفل قال إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه فقام الرجل الأنصار فقال إلي رضعه يا نبي الله وكان يحنك الأطفال يضع التمر وحلاوة التمر على حنكهم ويدعو لهم بالبركة ويمسح رؤوسهم ويسميهم أحيانا يطلب منه يسمي 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 سما عبد الله أخ أنس بن مالك صغير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل سنته ويرزقنا شفاعته والشرب من حوضه وإلى أحكام شهرنا أبد الله بن مسعود أبد الله بن أمر أبد الله بن أمر أبد الله بن أمر أقابل أبن عبد الله عبد الله بن عمر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم على من تبع الهدى بعث النبي إلى البرية منذرا ومبشرا فليعلم الثقلاني بدأ النبي بأقرباه مبلغا لما أتاه الأمر بالإعلاني كم كان يرغب في هداية عمه إذ كان يرعاه بكل حناني يصل الأقارب بالعطايا مكرما والخمس منه تزوج الفتياني كم كان يعرف للصحابة حقهم لا سيما متقدم الإيماني يعيظ النساء معلما ومؤدبا مثل الرجال وجملة الصبياني لما أتى الفقرات مع عر وجهه فليبذل الصدقات ذو الإحساني حتى إذا أعطو تهلل وجهه نورا كبدر الست بعد ثماني حياكم الله أيها الأخوة والأخوات الآن في صلاة التراويح في رمضان قيام الليل تصبح مسألة الإمامة المأموم الإمام فيها أسئلة كثيرة بالإضافة طبعا لصلاة الجماعة للمأموم مع إمام أربعة أحوال المتابعة والموافقة والمسابقة والمخالفة أما المتابعة فالمقصود بها أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع الإمام لاحظوا وقف الإمام تحرك المأمومون متى تحرك المأمومون إعادة المخرج إعادة متى تحرك المأمومون بعد ما استقام الإمام ليس معه لا هذه المتابعة الشرعية لما يستقر يبدأون بالحركة لما ينقطع صوته بالتكبير إذا انتهت الراء الله أكبر يبدأون بالحركة هذه هي المتابعة الشرعية إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا إذا ركع فاركعوا وراه مباشرة الحالة الثانية الموافقة أو المقارنة أن تكون أفعال المأموم مقارنة لأفعال الإمام فإذا ركع ركع معه وإذا سجد سجد معه وإذا قام قام معه إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر شوف لاحظ هذا الشخص الذي خالف ماذا فعل ركع مع الإمام وهذا خطأ قال فإذا كبر عليه الصلاة والسلام قال فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد إذن هذه المقارنة مكروهة غير صحيحة وقد ورد في حديث البراء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهر حتى يقع النبي عليه الصلاة والسلام ساجدا ثم نقع سجودا بعده إذن لما يلمس جبهة الإمام الأرض في السجود يتحرك المأمومون وليس معه أو بسرعة لا طيب فالعبرة بفعل الإمام حتى لو اختلف تكبيره العبرة بفعله طيب الحالة الثالثة أن يسبقه المأموم يسبق الإمام لاحظوا هذا مرة أخرى هذا أبو الثوب الأصفر سبق الإمام سبق الإمام مرة أخرى رفع قبل الإمام هذا حرام قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصرف مع بعض الناس يسلم بسرعة قبل الإمام رواه مسلم وهذه فيها وعيد قال عليه الصلاة والسلام أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه ورأسه حمار رواء البخارية مسلم ومن سبق الإمام في تكبيرة الإحرام أو السلام بطلت صلاته عند عامة العلماء وإذا سبقه في باقي أفعال الصلاة فإذا سبقه بركنين فأكثر بطلت صلاته إذا سبقوا بأقل بعض العلماء قالوا تبطل وجمهورهم قال لا تبطل واختار شيخ الإسلام البطلان أنه حتى لو سبق بركن واحد عمدا عمدا أما واحد سهوا هذا يرجع يرجع مرة أخرى طيب الحالة الأخيرة أن يتخلف عنه يعني الإمام يسجد والناس تسجد وصاحبنا لا زال واقفا الإمام يرفع من السجود والمأمومون يرفعون وراه والإمام يسجد السجد الثانية وصاحبنا لا زال ما سجد هذا التخلف أيضا عن الإمام لا يجوز لأنه مخالف إنما جعل الإمام ليؤتم به أم أحمد من ليبيا تفضلي السلام عليك يا شيخ عليكم السلام وبركاته يا شيخ أنا دائرة عملية عن مصران مغنيد لوتا ولما نجيب نتوضى يقعد في فكش بالشرج وموصف لازم ندير المميز مصراني الداخل وانت قلت خطأ هو إيش سوى يعني سوى عملية بواسير يعني عملية على البواسير خلوا لي الفتحة واسعة وانه لما نجيب نتوضى لازم ندير المميز ننزل المصراني وعند يمساك ما نمشيش إلى مندير الماء طوب والمميز فيه بس نمشي يعني صار السؤال ما حكم إدخال الماء لأجل تسهيل الإخراج بس نخرج ما يطلع الشيء طيب 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 يعني إيش أثروا على الصيام تسمعين الجواب أم حمد أم حمد السلام عليكم عليكم السلام وبركاته لو سمحت الله أنا في مدينة وهلي في مدينة فعلي همكن ستمية كيلو بيني بينهم بالنسبة لزكاة الفطر أخرجها في البلد اللي أنا فيه ولا في المدينة هلي وين العيد أين عيدكم أخرجوا في المكان في مدينة ثانية أقول إذا أخرجوا في المكان الذي فيه إفطاركم إفطاركم أين ستفطرون في رمضان أخرجوا وإذا ما عرفتم في ذلك المكان أرسلوا للمكان الأول شريفة من الجزائر السلام عليكم عليكم السلام وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام وبركاته سيد الشيخ أريد أن أسألك إن أمي سلمت شقة إلى أخي نعم وبعد ذلك تقلو إنها لك ولكن عندما أموت لا أريدك أن ترطب وراثتك من الشقة العائلية أقول لأننا عندنا شقة عائلية والآن الأمي توفت ولكن نحن نحن أخي بحاجة إلى الفلوس ونحن نريد أن نسلم حقه من الشقة حق الوراثة تعال أيوة لا يحق لأمك أن تحرم أحد الورثة من نصيبه أو من جزء من نصيبه ولأوصت بوصية بهذا فإن الوصية باطلة فيحرم أن يوصي الإنسان بحرمان أحد ورثته من نصيبه أو من جزء من نصيبه حرام وبناء عليه لا بد أن تعطوا أخاكم نصيبه من الميراث كاملا محمد فضل السلام عليكم السلام وبركاته بحرام ياك الله السؤال الأول أنا مقيم في جدة وناوي الحج إن شاء الله هذا العام وبدأ هل حقرير عمر بعد رمضان بسيطة في شعبان عمر في شوال أنت مقيم في جدة وناوية حج وبعدين وفي حد قال لي إذا أنت ناوي حج خلاسة آخر لك عمر هي في رمضان ثاني ما تعمر بعد رمضان ثاني ما تعمر إلى الحج يعني تريد تريد أن تعمل عمر مع الحج تبعك لا يعني بس في قبل الحج يعني قلت ما بين الحج ما بين رمضان لحظة شوية أنت الآن اعتمرت في رمضان صح؟ نعم اعتمرت وحير رجحت جزة طيب وتريد أن تذهب للحج نعم إن شاء الله وتبغى وتبغى تعتمر مع حجك هذا ولا لا لا باعتمر طبعا لكن الحين بنت أتكلم ما بين الحج وما بين رمضان في عمر ولا ما فيه آه يعني قصدك هل يشرع لك أنك تعتمر في شوال أو في ذي القعدة هذا السؤال طيب تسمع الجواب من أراد الحج هل يشرع له أن يعتمر في أشهر الحج أشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر طبعا من ذي الحج هل يشرع لمن أراد الحج أن يعتمر في أشهر الحج ولا بس يعتمر في رمضان والعمر اللي مع الحج فقط وما يعتمر بينهما تسمع الجواب عبد العالي من المغرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنت أضع أسئلة يا شيخ تفضل السؤال الأول هل يجوز أن تقول أعود بكلمات الله التامات وأسمائه الحسنى من شر كله ودي شر ومن شر نفسي ومن شر عيني كلدي حفل السؤال الثاني تسمع الجواب إن شاء الله يعني أنت سؤالك شوف يعني السؤال باختصار صار هل يجوز الاستعاذة بكلمات هل يجوز الاستعاذة بأسماء لا الحسنى لكن بهذه التعليقة يا شيخ طيب طيب السؤال الثاني تسمع الجواب السؤال الثاني هل يجوز أن تقول أستغفر الله لي ولي والدي ولي المسلمين ولكل من اغتبته في هذه التعليقة هل يجوز أن نقول أستغفر أن أقول اللهم اغفر لي ولي والدي ولمن وللمسلمين ولكل من اغتبته آه ولكل من اغتبته لا مانع لا مانع لا مانع طيب السؤال الثالث السؤال الثالث يا شيخ هل يجوز أن تقوموا بالاستنجاء ثم تخرجوا إلى عملك حتى إذا دخل وقت الصلاة أتمنت الوضوء لا مانع أنت استنجيت ثم أخرت الوضوء إلى وقت الصلاة لا مانع السؤال 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 الرابع أيوة أنا أبقى مستقدا حتى الساعة الحادي عشر ونصف في غير رمضان هل يجب أن أصلي صلاة القيام في هذا الوقت ثم يعني أنت يعني أنت أنت تريد أن تصلي صلاة قيام الليل الساعة الحادي عشر ونصف ليلا يجوز أن أصلي في هذا الوقت أم أخير إذا طيب أنت حسب أنت من المغرب الساعة الحادي عشر ونصف هذا إيش يكون صليت العشاء كم مضى على صلاة العشاء لا هذا صلاة العشاء حوالي ساعتين لا مانع لا مانع بعد صلاة العشاء كله وقت لقيام الليل إلى الفجر من بعد العشاء إلى الفجر كله وقت لقيام الليل أيمن تفضل السلام عليكم عليكم السلام وبركاته جزاك الله عنا كل خير ونسأل الله عن إبارك بألمك إن شاء الله ويجعلها قدوة للناس إن شاء الله تفضل يا أخي تفضل شيخي عندي سؤال نحن يعني نسب العائلة يرزل حيث ماما حسن رضي الله عنهم أيوة حكم الصادقات التي توضح في المساجد عند الإفطار إفطار الصائمين هل يجب لنا أن أكل منها إذا كان ثبت أنكم من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام فلا تأخذ من الصدق إلا اضطرارا فالأشياء التي توضع صدقات للناس في المساجد لا تأخذ منها إلا اضطرارا أما الهدية تأخذونها الهدية تأخذونها وأما الصدقات لا تأخذون إلا اضطرارا صبحي من الأردن السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يحفظك يا شيخ هل أترك هذا العمل أبقى فيه وأبحث عن عمل غيره وإش مشكلة هذا العمل العمل هذا ثناثج سبع من جنون لم يتم تجهزه لا شوفي يا صبحي يا صبحي الفندق فيه غرف واستقبال صالات مطعم إلى آخره وقد يكون فيه والعياذ بالله حانة خمر مرقص ملها هذه الأشياء التي لا يجوز لك أن تعمل فيها فالأقسام المباحة التي تقدم خدمات مباحة يجوز لك أن تعين عليها وتشتغل فيها أما تروح تبلط أو تدهن حانة الخمر يعني معروفة حتى تصميم وشكلها يقولون هذا البار تبع الفندق ويقصدون بالبار مكان تقديم الخمر لا يجوز لا تعمل فيه لا تبلط ولا دهان ولا ديكور ولا كهرباء لأنه أنت تعين على تجهيز مكان الخمر مكان المنكر أما أشياء تستعمل في المباحات فلا مانع عبد الله تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندي زكاة المال هذه أنطيها الإذن خالطي وأني أطوب أفلوت يعني أفقط الأفلوت التي أطوب هي أنا من زكاة المال لا ما ينفع ما ينفع أن تسقط الدين الذي عليه وتأخذ تقول الزكاة خرص وتحسبه من الزكاة لا يجوز أن تسقط الدين الذي عليه وتحسبه وتخصمه من زكاتك لا يجوز الزكاة أخذ وإعطاء الزكاة أخذ وإعطاء الزكاة أخذ وإعطاء وأيضاً فيها وإعطاء عند الإخراج وأيضاً أنت لما تخصم الدين وهو مال معدوم مال ضايع مال غير محصل مال يعتبر الآن خرص يعني مال دني أما مال الزكافة ومال نفيس نفيس باليد فلا تبدل هذا بهذا طيب هنا تنبيه على موضوع الصدقة الأخ لأن سألنا عن الصدقة تبع الصدقة وآل البيت الصدقة تطلق على الزكاة فلا يجوز لآل البيت أن يأخذ الزكاة والإثنان في كلمتنا السابقة اللذان جاء النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته يقولان استعملنا ونأخذ من العاملين عليها يعني سيأخذوا من الزكاة فقال وصف هذه أوساخ الناس ومنعهم من أخذها فقى العلماء على عدم جواز أكل آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من أموال الزكاة وأما صدقة التطوع غير الزكاة فأكثر أهل العلم وهو المشهور من المذاهب الأربعة أنه يجوز لآل البيت أن يأخذوا منها أن يأخذوا منها وبعض الأئمة نصوا على جواز أخذ آل البيت من صدقة التطوع لكن الصدقة المفروضة هي الممنوعة وبعض مشايخنا المعاصرين كالشيخ بن عثير رحمه الله قال إذا كانت الصدقة صدقة التطوع فإن تُعطى إليهم ولا حرج أما الواجبة الزكاة فلا وهي التي قلنا لا يأخذ منها إلا اضطرارا إلا اضطرارا طيب شريف من الجزائر السلام عليكم عليكم السلام الله وبركاته حياك الله يا أخي عندي سؤال فيما يخص في الصلاة الدعاء في الصلاة يعني عندما يقرأ الإنام مثلا في الصلاة الجهرية ونسمع مثلا عند قوله تعالى وكان الله غفورا رحمه هل يجوز للمثموم أن يدعو يعني هكذا بشوت منخطب يعني لا يجج من حوله هل يجوز له أن يدعو يجوز إذا دع الإمام أما إذا الإمام استمر في القراءة فعلى المأموم أن ينصت يدعو في قلبه أستاذ ليس بصوت مختفى في حركة لسان وشفتين ولا لا 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 دعاء إلا إذا تلفظ به يعني ما يمكن يسمى دعاء وهو في القلب القلب هذا تمني مثلا يتمنى من الله يرجو إذا قلت عبادة الرجاء أنا لما الإمام يقول وكان الله غفورا رحيم أرجو من الله هذا عمل قلبي ما هو عمل لساني وما يسمى دعاء يسمى رجاء أنا لما الإمام يقول وكان الله غفور رحيم أرجو من الله في قلبي أن يغفر لي ورحمني نعم هذا تعبد صحيح مية بالمية لكن ما يسمى دعاء لا يسمى دعاء إلا إذا تلفظ الإنسان نعم إذا كان لفظا باللسان هل يجوز هذا لا لفظا قلنا ينصد قلنا المأموم عليه أن ينصد قال الله وإذا قرأ القرآن والعلم قالوا في الصلاة فاستمعوا له وأنصتوا بس الإمام قد يدعو قد يسكت الإمام في قيام الليل بعد آية فيها ذكر الجنة ذكر النار ذكر الرحمة قد يسكت الإمام يدعو هو سرا فالمأموم يدعو أيضا إذا الإمام واصل القراءة المأموم ينصد هناك سؤال آخر فيما يخص سيام نعم فيما يخص سيام لأنه والد والد بلغ به العطش مبلغا فأغمي عليه وفي المنزل سقوه ماء وهو لم يشعر أنه سقي ماء فلما فاق من غيب ذك قيل له بأنك قد فطرت ولكن هو لم يقبل أكل هذا اليوم فطرت ويفطر على أنه لم يفطر نحن مسؤولون لأننا عطيناه ما يشرب حل كيف نتصرف مع هذا طيب إذا صار السؤال شوف سؤالك دقيق سؤالك دقيق ويحتاج إلى تأمل ونظر إذا أغمي على الصائم أثناء النهار فسقي ماء بغير شعوره ثم أفاق فهل يكون أفطر أم لا طيب إذا عندنا جواب إن شاء الله نعطيك جواب حياك الله أم أحمد فضلي سلام عليكم الشيخ عليكم السلام ورحمة الله بركاته سلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام عليكم وعليكم السلام عليكم أنت يا أم أحمد إذا ما وطيتي صوت التلفزيون يمكن تستمري في السلام علينا إلى آخر الحلقة وطي صوت التلفزيون حتى يتوحد الصوت عندك تسمعيه أم أحمد طيب الأخ عبد الرحمن السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا يا شيخ عني والدي أو كفاقناهم تقريبا ستة عروس أنها تذبح ذكر ولن تتربى ولكن عجز أن تربية وعجزنا فغير الراعية وفضعناها وإداناها بجمعية تحفيظ القرآن قيمتها هل هذا جائب طيب الحين والدكم عنده إيش عندكم غنم ولا إبل لا لا غنم 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 طيب غنم كم راس ستة ستة إيش إيش سوى أوقفها قال قال أو إيش نحن أوقفها أوقفها لأنها تذبح ذكر وتوزع لي ولكن أغير نية لأنها ما عجزنا عن تنبيتها وماهل يعني تقريبها صار غير لي كذلك وإداء تحفيظ جميع التحفيظ أيوة إذن هو أوقف ستا من الغنم أوقف ستا من الغنم على على أن يذبح ذكرها ويفرق على المساكين وتبقى الإناث تتوالد ثم عجز عن رعايتها فغير نيته وباعها وأعطى ثمنها لجمعية تحفيظ القرآن فهل يجوز هذا هذا سؤالك نعم طيب ترى بعض الأسئلة تحتاج إلى بحث ليست سهلة ليست سهلة الله المستعان سارة من فلسطين السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام وطيب بركاته يا شيخ أنا عندي عندنا أنا وزوجي مشكلة ورافية والدكاترة يعني إجاني عندي ثمين مصابين بالمرض هذا والدكاترة منعون يعني تحديد نسل عشان ما ييجي عند لأن يعني إجاني النسلة ييجي نص الأبطال مصابين إلا بطريقة زراعة يعني تحديد أنه يزرع نص تليمة فأنا معارض على طريقة الزراعة هل يجوز في هذه الحالة تحديد نسل بدي أسأل كمان سؤال يا شيخ لحظة لحظة أصبر شوي الآن أنت وزوجك مصابان بمرض وراثي تكون نتيجته في تقدير الأطباء أنه احتمال نصف المواليد نصف أولادكما يكونون مصابين بالمرض هذا فقال الأطباء لا تنجبوا واستعيضوا بزراعة معينة لتلافي المرض الوراثي والسؤال ما حكم الإنجاب والجواب لا حرج ولا بأس ولا مانع رغما عن من قال لكم ما قال لو توكلتم على الله وأنجبتم ورضيتم بقضاء الله وقدره فإن كان صالحا يعني سليما قال الله تعالى فلما أتاهما صالحا جعل له يعني سليما فإن كان صالحا سليما فالحمد لله نعمة وإن كان مصابا صبرتما على علاجه وعلى رعايته ورضيتما بقضاء الله ولكم الأجر في ذلك أجر الصبر على القضاء وأجر الرعاية فلكم أجران لكما أجران أجر الصبر على المصيبة وأجر الرعاية لهذا الولد المصاب وفيها عبرة لمن يراه من أصحاب نعمة الصحة ولا يخلق الله شيئا عبثا ولذلك لا حرج عليكم من الإنجاب وإن قال الأطباء يمكن نص المواليد يطلع المصابين ولسنا مثل بعض الكفر السابقين واللاحقين الذين يقتلون أصحاب العاهات ويقولون هؤلاء عبء على المجتمع وتكلف زايدة ويجهضونهم حتى لو فيه روح ويقتلونه إذا ورد هذا مذهب باطل فاسد وحشي والعياذ بالله الشاهد تبغي تنجي بأنت وزوجك بالرضى بقضاء الله اللي يأتي به ربنا أنتم راضيين به اتوكى على الله الحمد لله سؤال الثاني يا فائد سؤال ثاني سؤال ثاني لو سمعت سؤال ثاني إيه هاتي يا يا شيخ نعم ليه سؤال ثاني أيها يا شيخ الحمد لله رب العالمين ربنا أقرب علي نعمة الهداية الحمد لله وأنا لات في الخمار الحمد لله رب العالمين واللت في الشر والحمد لله رب العالمين يا شيخ وربنا أعلم بحال ولكن يا شيخ الكل ينتقدني والحمد لله رب العالمين عايز في هذا الزمان والغيال بالغيال منه يا شيخ يعني الكل يمتقدني الكل يعني أشوف أجرأنا أعلم فيه يو بدي أحكي نصيحة الكل يقاطعني حتى أصبحت الآن يا شيخ لا أحد يدخل عليه نهائيا نهائيا بأنني يعني الله يا شيخ يعاملني بالسوء يعني أعملهم بالإستمع العظيم على ما أقول الوكيل طيب أولا تحمد الله عن نعمة الهداية ثانيا تحمدين الله على أن رزقك لبس الحجاب الذي أعرض عنه وتركه الكثيرات ثالثا إن الصبر على الأذى في سبيل الله باب عظيم من أبواب الأجر فإن الإنسان مطلوب منه تعلم هذا الدين واحد والعمل به اثنان والدعوة إليه ثلاثة والصبر على الأذى في سبيل ذلك يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور من عزاء من الأمور هذه ثم قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر الناس كلهم في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فصبرك على هذا في أجر عظيم ولو قاطعوك وبعدين لعني ليش ما يدخلوا عليك أنت لن تتحج بأمام النساء في بيتك لن تتحج بأمام النساء في بيتك وعلى أية حال الله يقول وما أكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله فليست الحج للأكثرية ولا للأغلبية وإنما الحج اتباع الحق الحج الدليل من الكتاب والسنة الحجة قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم الحق هذا ليس الحق مع الأكثرية الآن بعد الانتخابات البريطانية بدأ بعض الغربيين يفوق من سكرة الديمقراطية والأغلبية حتى قالوا الآن يقولون الآن ينبغي على الجماهير أن تسمع للنخبة هذا الكلام هذا الكلام ما كان يعترفون به بسهولة الآن بعض ما صارت لهم الهزة العظيمة صاروا يقولون الأغلبية ليست دائما صوابا والأغلبية ليست دائما على حق ورأي الأغلبية ممكن تصير مصيبة وممكن تصير نكبة كما صار نتائج الانتخابات البريطانية هذه في قضية الانضمام الخروج من الاتحاد الأوروبي في الانتخابات في بريطانيا أو في قضية التصويت التصويت في بريطانيا التصويت صاروا يكون يجب على الجماهير أن تسمع رأي النخبة وتسمع كلام النخبة في الإسلام من زمان في شيء اسمه أهل الحل والعقد أهل العلم أهل الرأي أهل الخبرة أهل المشورة ما في شيء ديمقراطية والأكثرية وإذا أكثر الناس أرادوا كذا خراص يمشي لا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم ومن عبارات العظيمة للعلماء لا تستوحش من قلة السالكين وكثرة الهالكين لا تستوحش من قلة السالكين لطريق الحق وكثرة الهالكين للمعارضين الحق لا تستوحش هذه طبيعة الدنيا من الابتلاءات وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله من الابتلاءات وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين نخطب بأم ناصر تفضلي يا أم ناصر السلام عليكم يا شيء أه أبو ناصر هذا الوالد دمعك آه الوالد طيب أنا قلت ليش ليش عطونا اسم تفضل تفضلي السلام عليك يا شيء عليكم السلام طيب وبركاته في يا شيء يا شيء عندي شوالين في كان عندي شقالة وهربت وتطلبني ثلاث وارفعين وأنا يا شيء أم ناصر ارفع الصوت يا أم ناصر ارفع الصوت أقول يا شيء عندك شقالة عندي شقالة وهربت تطلبني ثلاث وارفع مئة وأنا احترق الشيء ما لديت لها يعني اندقق ماير الجول ولا مدري وين وش أتزويب يا شيء أنا تصدقها ولو تزويبها طيب الحين هذه يا أم ناصر الشقالة هذه كم شهر اشتغلت عندك كم شهر أخلصت يا شيء سنينها بس سنها بقت الفلوس عندي آه خلص العقد العقد خلص خلص سنتين خلاص إذن يلزمك يلزمك تبحثين عنها بكل مكان وعن طريق السفارة وعن طريق بلدها وعن طريق الانترنت والفيسبوك وغيره لابد ولدك يساعدك لازم تبحثين عنها بكل طريق ما دام أتمت عقدها وبقي لها مال فالمال هذا دين عليك وفي ذمتك والآن حتى لو هربت ما دام استحقت ما دام في مستحقات صحيحة نتيجة إتمام العقد مستحقات صحيحة نتيجة ما حتى لو بدأت عقدا جديدا وهربت هي مستحقة للعقد السابق الصحيح الذي أتمته لازم تعطيها حقها دوري عليها أكيد لها أكيد عندها أقارب أكيد عندها عنوان أكيد كانت تتحول يمكن عندها أوراق حوالات يمكن السفارة تعرف عنها يمكن لا يمكن خدامة الجيران تعرفها يمكن لازم ابحثوا حتى تجدوها وتعطوها ولو فرضنا أنكم بحثتم وبحثتم وبحثتم بلا فائدة تتصدقون بالمال نيابة عنها تحطيه في مسجد في عمل خيري بنية أنه لها لكن هذا ليس الآن هذا عند العجز عن إيجاد التوصل إلى عنوانها وحتى لو ماتت تعطونها ورثتها الحق حق يبقى لا بد نبحث عن صاحبه أمانة لازم طيب الآن في أسئلة جاءت إلى البرنامج يقول ما هي كيفية الهوي إلى السجود الآن صار السؤال يعني الإنسان إذا نزل في السجود ينزل على ركبتيه أولا ثم على يديه أو ينزل على يديه أولا ثم ركبتيه هذه المسألة اختلف ارحمك الله اختلف فيها العلماء على قولين القول الأول تقديم الركبتين على يدين وهذا مذهب جمهور أهل العلم أكثرهم اختار البدء بالركبتين في النزول القول الثاني تقديم اليدين وبعض العلماء قال هو مخير وكلاهما صحيح كلاهما صحيح طبعا أما من جهة الإجزاء كله يجزئ هذا يجزئ هذا يجزئ لكن ما هي السنة هنا ميدان السباق عند العلماء الذي يصيب الحق له أجران والمسألة طويلة وفيها أدل كثيرة وتحتاج إلى علم راسخ لست من أهله وحسب أنا أنه قلت ولذلك فالمسألة فيها القولان متقاربان وقويان والحمد الله كلاهما تصح به الصلاة هذا وهذا طيب هل يقول السؤال هل ما يخص الاغتسال من جنابة المرأة هل الواجب غسل شعر الرأس بالمبالغة في تبليله أم يكفي المسح في غسل الجنابة لابد من استيعاب كافة البدم بالماء بما بذلك فروة الرأس فروة الرأس شؤون الرأس ورد في الحديث شؤون شؤون الرأس يعني فروة الرأس ولا يكفي مجرد أن تمسح تمسح في غسل الجنابة ما يكفي مجرد تمسح لا لابد يصل الماء إلى شؤون الرأس مسألة تخرب التسريحة ما تخرب التسريحة الطهارة أعظم من ذلك وأهم من ذلك والحمد لله لابد طيب السؤال يقول الله سبحانه وتعالى في كتابي الكريم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرون متى يكونون أعداء هذا في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرون وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إن مأوالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم هذه لها سبب نزول في رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا الهجرة فالزوجات والأولاد قعدوا في الطريق لا ما نترك بلدنا لا ما نترك وطننا لا كيف نتغرب لا كيف نتغرب وأقاربنا فقعدوا لهم في طريق الهجرة وثبطوهم عن الهجرة بعد مدة هاجروا جاءوا إلى المدينة وجدوا ناس من مهاجرين سبقوهم والأنصار ورأوا الناس فقه في الدين يعني وشافوا الخير اللي فاتهم وشافوا الغزوات اللي فاتتهم ورأوا الصحبة مع النبي عليه الصلاة والسلام فهموا أن يعاقبوهم يعني لما شاف هؤلاء الذين جاءوا متأخرين بسبب أهاليهم العائق أرادوا أن يعاقبوهم فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم لكن ندب إلى الصفح والعفو فإذا متى تكون الزوجة والولد عدو إذا كان قعد لك في طريق الخير منعك من الخير صدك عن الخير هذا إيش معنى الولد مجبنة مبخلة محزنة مجهلة إذا أراد الأب أن يتصدق يجي يعني الشيطان يقول ولدك أولى إذا أراد الأب أن يجاهد يقوله بكرة تصير يتيم الولد حرام وهذه كلمة حرام طبعا تستعمل بالحق وبالباطل الأب يريد أن يتعلم العلم الشرعي يروح يطلب العلم لا بس الولد لا أجلس عندي الولد أحسن ولذا قال مبخلة مجهلة مجبنة باقي محزنة قالوا إذا مرض أو إذا عقه إذا كبر وعقه وفي أزواج أولاد صالحين أصلح من الأب في أزواج زوجات مثل بعض الزوجات تريد الحجاب وزوجها يمنعها وفي أولاد صالحين يريد الذهاب إلى صالح الجماعة وأبوهم يمنعهم ففي آباء أعداء ما هو بس العداوة من هنا في عداوة من الطرف الثاني فكل واحد يصد الآخر عن سبيل الله عدو هذا عدو فشاهد إذا كان زوجتك صالحة ولدك صالحا هذا يعينك على الطاعة هذه نعمة عظيمة احمد ربك احمد ربك في ناس زوجته تصد عن الحق وابنه يصد عن الحق احمد ربك إذا رزقك زوجة صالحة ولدا صالحا طيب السؤال يقول عندي مال يتيمة وما أستطيع أشغله ما عندي خبرة في التجارة فأريد أن يعني أطلع زكاتها من مالي يجوز طبعا تستحب التجارة بمال يتيم لقول عمر رضي الله عنه نتجر بأموال يتيمة كي لا تأكل الصدقة لكن هذا إذا كان يعرف أو يعرف أحدا يعرف أما إذا كان يضيع يسرق يخسر ما فيه طبعا يحافظ عليه فإذا ما كان يحسن عمل بنفسه دفعه إلى ثقة أمين خبير والزكاة لابد تطلع طيب إذا قال أنا أو أريد أن أخرج زكاة اليتيمة من مالي أنا أتبرع لا حرج تؤجر على ذلك لأن أنت الولي الآن أنت تتصرف لأن الأصل إخراج الزكاة من مال اليتيم لكن تطريد أن تتطوع أنت وتخرج تتبرع أنت مأجور الحمد لله ويبرأ اليتيم طيب موضوع الكمام للمحرمة طبعا المحرمة ما يجوز لها أن تلبس النقاب وطبعا البرقع أيضا والكمام شبيه هذا يغطي الأنف والفم طيب قال عليه الصلاة والسلام ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين فكل ما يشبه كل ما يشبه النقاب البرقع طيب اشتفع المرأة تغطي وجهها بغطاء عادي تسدله ما في ليس منقوبا من جهة العينين طيب يقول السؤال حكم تكميم المعدة هذه أمره هذا إلى الأطباء إذا قالوا مصلحتها أكبر من مفسدتها تفعل وإذا قالوا والله فيها مفسدة كبيرة أحيانا فما تفعل لأنه في أشياء خطيرة أحيانا تؤدي إلى ضرار مضاعفات خطيرة لكن حين يقولون لا شوف إذا أنت استمرت بهذه الطريقة الضرر عليك خلاص مفسدة العملية أقل مفسدة البقاء طيب موضوع ادخال الماء إلى الدبر قلنا جمهور علماء ذهبوا إلى أنه مفسد للصوم بعضهم قال ليس مفطر لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا يصل إلى الجوف إذن لا يستعمل ذلك إلا في حال الحاجة الماسة ما ذنب فيها خلاف نحن نتركها لكن إذا احتاج حاجة ماسة آلام شديدة لا بد للإخراج خرص يستعمل طيب من أراد الحج هذه السنة هل له أن يعتمر في أشهر الحج الجواب نعم تجوز العمر في أشهر الحج بلا خلاف سواء ناوي الحج هذه السنة ولا لا وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات كلهن في ذو القعدة وذو القعدة من أشهر الحج ولم يحج إلا مع عمرته الأخيرة في حجة الوداع وقد استحب بعض العلماء لا اعتمار في أشهر الحج اقتداء من نبي صلى الله عليه وسلم حتى أن بعضهم قال هل العمرت ذو القعدة أفضل أم عمرت رمضان يعني من فضل عمرت ذو القعدة طيب مسألة إذا أغمي على الصائم فأسقي الماء دون أن يشعر من شروط المفطرات التعمد أولا أن يكون عالما عامدا مختارا فإذا واحد تعاطى مفطرا جاهلا أنه يفطر أو مكرها أو ناسيا لا يفطر هل حين هذا الرجل الذي جعل له الماء في فمه وهو مغمى عليه بغير اختياره لو أكرهوه وهو واعي لا يفطر كيف لو جعل له وهو مغمى عليه ثم أفق فإذا لا يفطر لم يتعمد طيب طبعا الوقت انتهى وباقي يعني باقي أسئلة باقي أسئلة لعلنا سؤال الأخ موضوع الستة من الغنم لا أدري لا أدري الجواب لا أدري لكن لعلنا إن شاء الله نبحث هذه المسألة ولعلنا إن شاء الله نبحث المسألة وإذا في جواب نعطيك إياه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المسابقة القرآنية اليومية كان سؤال الحلقة السابقة قال تعالى وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ما معنى كلمة يوزعون والإجابة الصحيحة معنى كلمة يوزعون يساقون ويدفعون إلى النار أو يجمع ويحبس أولهم على آخرهم فاز معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية الأخ مطيع الرحمن صغير أحمد محمد من السعودية سؤال الجزء الخامس والعشرين من القرآن الكريم كل صداقة وصحبة كانت لغير الله في الدنيا فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة وما كان لله فهو دائم ومتصل اذكر آية تدل على هذا المعنى من الجزء الخامس والعشرين للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد وأجب عن الأسئلة التالية يعلن اسم الفائز يوميا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرطان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ترجمة نانسي قنقر